بالرغم من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اليونانية أثينا والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب عقب التصويت على خطة التقشف الحكومية إلا أن المستشارة الألمانية أثنت على الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوناني سعيدة جدا بالأخبار التي وصلتنا من أثينا وتفيد بحصول خطة التقشف الحكومية على أغلبية الأصوات في البرلمان إنها خطوة مهمة بالنسبة لمستقبل اليونان واستقرار منطقة اليورو لقد أثبت اليونان أنه مستعد للسير في طريق صعبة سيكون فيها عدد كبير من الضحايا التصويت لمصلحة خطة التقشف بالطبع استقبلته ألمانيا بكثير من الارتياح ذلك أنها واحدة من أكبر الدائنين لليونان بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي لكن إقرار البرلمان للإجراءات التقشفية لا يعني نهاية الأزمة في اليونان ولا يضمن حتى بقاءها بعيدة عن دائرة الإفلاس فالحكومة التي تواجه سخطا شعبيا ستواجه أيضا تحديا آخر في البرلمان حيث تعقد جلسة للتصويت على تفاصيل خطة التقشف وكيفية تطبيقها الخطة التي صوت عليها البرلمان لا تعني أن الحكومة سترى مرحلة جيدة من الآن فصعيدا على العكس من ذلك فإن المشاكل ستبدأ الآن عندما تحاول الحكومة تطبيق إجراءات هذه الخطة لأنه بكل بساطة ليس هناك إجماع سياسي على التفاصيل هنا في اليونان صحيح أن الحكومة تجنبت على الأقل مؤقتا إعلان إفلاسها لكن الأزمة اليونانية ما تزال تقض مضاجع السياسيين في منطقة اليورو فقد أصبح اليونان نموذجا يسعى الداعمون لفكرة اليورو إلى إنقاذه بينما يرى فيه المعارضون مثالا على فشلها شكرا